صباح يوم 21 أب 2013 كان زماناً فاجعاً واستثنائياً ليس في غوطة دمشق وسوريا فحسب بل في العالم كله أكثر من 1400 سوري جلهم أطفال ونساء لم يستيقظوا ذلك الصباح كان بشار الأسد قد قصفهم بغاز السارين الكيماوي عشرة آلاف من سكان الغوطة ضاقت عليهم النقاط الطبية حينها كما ضاقت أنفاسهم جراء استنشاق السارين نتذكر بألم وقهر وغضب تفاصيل هذه الجريمة البشعة لا يمكن أبداً نسيان وجوه الأطفال وهي ممددة في الطرقات بلا حراك لن ننسى هذه الجريمة ولن ننسى من نفذها ولا من دعمه ولا من سكت عنه لقد حول هذا النظام المجرم ورعاته القتل أيام السوريين وذكرياتهم إلى سلسلة من المجازر والدمار لقد أدار المجتمع الدولي صفقة عار مخزية نصت على تسليم أداة الجريمة وإطلاق يد الجاني لكن الأحداث فيما بعد كشفت المزيد من الخزي المحيط بالصفقة إذ سرعان ما عاد النظام بعدها لاستخدام الأسلحة الكيماوية بما فيها غاز السارين وفي مناسبات عدة إن زوال هذا النظام ومحاسبته هو الشرط الوحيد ليستعيد السوريون حياتهم وفي هذا الصدد أرسل الائتلاف الوطني اليوم مذكرات رسمية إلى 42 دولة ومنظمة بخصوص ضرورة تفعيل القرارات الدولية المتعلقة بالنظام الكيماوي لا سيما وأن تقرير منظمة حضر الأسلحة الكيماوية في نيسان من العام الجاري قد أكد على مسؤولية النظام عن استخدام غاز السارين وهذا التقرير هو وثيقة دولية تؤكد خرق النظام للقرار 2118 ما يستوجب تحركا دوليا مباشرا تحت الفصل السابع توسيع نطاق قانون قيصر من قبل الولايات المتحدة الأمريكية ليشمل المزيد من رموز النظام العسكرية والسياسية التي تعرق العملية السياسية وتعيق التحول الديمقراطي في البلاد جاء في الاتجاه الصحيح ولا شك أن السوريين بانتظار المزيد من هذه التحركات الإيجابية نجدد العزاء لعائلات الشهداء الذين كان أغلبهم من النساء والأطفال ونطالب باسمهم بتحويل ملف هذه الجرائم إلى المحكمة الجنائية الدولية ونطالب باتخاذ إجراءات فورية لوقف جرائم النظام وحلفائه ضد الشعب السوري استمرارنا بالثورة والنضال ضد هذا المجرم ورعاته لم يعد خيارا بل هو ضرورة تفرضها أرواح مليون سوري قضوا على يد هذا النظام وتفرضها التضحيات العظيمة التي ما يزال السوريون يقدمونها في سبيل تحررهم واستقلالهم وإلى نصر قريب ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر